محكمة متخصصة خاضعة للميليشيات الحوثية في صنعاء تسطوب عصر الحارس القضائي على بيت الأكاديمي والقيادي الإصلاحي وعضو البرلمان اليمني نجيب غانم في منطقة دارس شمال صنعاء لا يبدو هذا أمرا جديدا في عهد ميليشيات استباحت كل شيء منذ جائحة سبتمبر 2014 ميلادية والجديد هنا فقط هو جلباب القاضي ومطرقة المحكمة وثوب الثعلب في شعار الوعظين فوفقا لتقرير سابق عن مركز العاصمة الإعلامي استهدفت الميليشيات عقارات وبيوت أكثر من ثلاثة آلاف شخص بينهم وزراء في الحكومة الشرعية وأكاديميون وبرلمانيون وسياسيون وقيادات عسكرية في الجيش ومواطنون نازحون أو مغتربون وتستغل الميليشيات الحوثية القضاء التي تسيطر على كل مفاصله بعد عملية حوثنة إدارية ووظيفية شاملة لكل أجهزته في تنفيذ جرائم انتقام بدوافع سياسية وطائفية وفي وقت سابق هددت الميليشيات الحوثية عائلة السياسية المختطف لديها الأستاذ محمد قحطان بإخلاء المنزل كما اقتحمت منزل الأمين العام المساعد لحزب الإصلاح شيخان الدبعي وهددت بإخلاء المنزل بقوة الشرطة النسائية واختطفت حارس المنزل بحجة أن المنزل بات تحت الحراسة القضائية وأواخر أغسطس الماضي أقدمت الميليشيات الحوثية على مصادرة ممتلكات ثمان شركات تحت مسمى الحارس القضائي المعين من عمق الجدر السلالي للميليشيات في تدخل سافر في اقتصاصات السلطة القضائية وبحسب إحصائيات ميدانية استولت الميليشيات الحوثية على أكثر من ألف شركة ومنشأة خاصة بسلاح الحارس القضائي والأحكام المفعمة بالأخطاء الإملائية وانعدام المشروعية القانونية وكانت الميليشيات الحوثية صادرت في أكتوبر الماضي أصول وممتلكات الجمعية الخيرية لتعليم القرآن في صنعاه وقد جرت هذه الجريمة تحت سلاحين الحراسة القضائية وعصى ما يسمى بالمسيرة القرآنية التي ليس لها من اسمها نصيب